السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنتكلم على انواع مختلفة من الانبوت وهم الريديو والاتشيك بوكس علشان تفهم ايه هو الريديو و ايه هو الاتشيك بوكس تخيل دلوقتي المواقع اللي بيكون فيها اسئلة انت دلوقتي مثلا عندك في المواقع بتاعك سؤال وعاوز دلوقتي اجابة السؤال ده تكون اختيارات متعددة المستخدم مثلا يختار ما بين اجابة والتانية والتالتة والربعة مثلا فانت دلوقتي عندك سؤال وفي عندك هنا اربع اختيارات زي فكرة من سيربح المليون بالزبط فكان عندهم في البرنامج ده سؤال وكان فيه اختيارات متعددة طيب دلوقتي انت عندك هنا نوعين عندك نوع اسمه ريديو والنوع ده بيكون عندك اختيارات متعددة ما تقدرش تختار منهم غير اختيار واحد بس ده هو الريديو اما اللي تشيك بوكس فتقدر تختار عندك كذا خيار في نفس الوقت ممكن المستخدم يعلم عندك على اول اجابة وتاني اجابة وتالت اجابة وربع اجابة في نفس الوقت عارف ان انت لسه مش فاهم فتعال دلوقتي لما نشوف مثال عملي من خلال الويندوز فلو انا جيت لك هنا هتلاقي دلوقتي عندك هنا اجابتين دول اختيارات متعددة لكن هنا انت ما تقدرش تختار غير اختيار واحد بس فلو علمت هنا هيعلم لك على العلامة دي بس او الاجابة دي بس لو اخترت ده هيعلم لك على الاختيار ده بس النوع ده اسمه ريديو لكن لو انا جيت لك هنا هتلاقي دلوقتي ان انت عندك هنا كذا خيار المستخدم ممكن يعلم على الخيار ده وممكن يعلم على الخيار ده ولو عنده كذا اجابة تانية ممكن برضو يعلم على كل واحدة فيهم دي اسمها checkbox يعني ممكن يختار كذا إجابة في نفس الوقت عارف برضو أن أنت لسه مش فاهم فتعال دلوقتي لما نشوف الموضوع ده من خلال الكود تعال دلوقتي لما نكتب عندنا هنا سؤال في الفورم ده ممكن تكتب السؤال عندك بـ h2, h3, paragraph اللي أنت عاوزه أنا هقولك دلوقتي مثلا what is your favorite language أنا دلوقتي بقولك إيه هي اللغة المفضلة لك ممكن تكون مثلا اللغة دي html, css, javascript أي نية كون فدلوقتي إحنا هنعمل عندنا اختيارات متعددة كل خيار هيتحط عندك في div ليه؟ لأن كل خيار بيتكون عندك من input وليه بل بشرح الـ input ده فكل خيار هيتعمل عندك في div فلو أنت هتعمل عندك 3 خيارات هتعمل عندك 3 div وهنشوف دلوقتي الكلام ده إن شاء الله مع بعض ولكن لازم تفهم إن الدف ده لتنظيم الكود مش أكتر يعني هو مش إجبالي عاوز تعمله عاوز تعمله مش عاوز تعمله ما تعملوش إحنا بنعمله لتنظيم الكود مش أكتر تعبير دلوقتي بس لما نشوف عندنا شكل الـ radio فهنعمل عندنا input من نوع radio فأجيلك هنا وكتب دلوقتي radio بالشكل ده لو أنا جيتلك هنا وعملتلك دلوقتي reload فده شكل الـ radio الدايرة اللي قدامك دي اللي انت ممكن تتعلم عليها أو تتشيك عليها نفس الشكل بالزبط اللي كان موجود عندنا في الـ windows الشكل بتاع الـ radio اللي قدامك ده الدايرة اللي قدامك دي طبعا ده شكل الـ هتلاقي برضو موجود عندنا لو إحنا رحنا عندنا هنا وشوفنا دلوقتي شكل الـ checkbox تمام لو أنا جيتلك هنا وعملتلك دلوقتي reload ده شكل الـ أنا بس بوريلك الشكل علشان تكون فاهم الفرق بس مش أكتر تعال دلوقتي بقى لما ناخد مثال عملي عن الـ radio هنتكلم عن الـ radio في الأول وبعد كده ان شاء الله هنتكلم عن الـ دلوقتي أنا عاوز أعمل عندي هناك كزا اختيار HTML و CSS وهي java script فأول اختيار هيكون عن HTML يبقى هاجيلك هنا وهعملك دلوقتي value وهكتب لك في الـ value ده HTML الـ value ده مش عشان يزهر لك هنا انت دلوقتي لو عملت مفيش حاجة ظهرت عندك هنا الـ value ده علشان لو المستخدم اختار عندك الاختيار ده يتبعت الـ value ده لمبارمج الـ backend طيب أنا دلوقتي عاوز اكتب عندي هنا كلمة تشرح الاجابة دي عاوز اكتب كلمة HTML او الكلمة اللي انا عاوزها فالكلمة دي انت بتكتبها عندك من خلال الـ label فأجيلك هنا وهكتب هنا في الـ label كلمة HTML لاحظ ان انا كتبت الـ label تحت الـ input وده ببساطة لان اعاوز الـ input يجي عندك في الاول وبعد كده الكلمة تيجي عندك بعد الـ input لو انت مش عاوز كده جب دلوقتي الـ label ببساطة وحطه عندك هنا في المكان ده الموضوع حريتك انت الشخصية في الحالة دي الكلام هيجي عندك قبل الـ input ولكن انا ما بفضلش حاجة زي كده فهنخلي دلوقتي الـ input عندنا في المكان ده هنجي هنا في الفور وهنكتب عندنا HTML وطالما كتبنا هنا في الفور كلمة HTML يبقى هنجي عندنا هنا وهنعمل دلوقتي اي دي نكتب فيه كلمة HTML الدف ده هو عبارة عن خيار ممكن اجيلك هنا واعمل دلوقتي خيار تاني يكون موجود فيه مثلا هنا CSS بنفس الطريقة واحط لك هنا CSS وهنا CSS وفي الـ value وده مهمة جدا بتحط عندك هنا CSS هجيلك هنا وهعملك دلوقتي خيار آآ تالت الخيار ده هكتب لك فيه هنا آآ جابا سكريبت تمام اي ان يكون طبعا وهكتب لك هنا في الفور جابا سكريبت وفي الـ وفي الـ value جابا سكريبت طيب تعالى دلوقتي لما نعمل عندنا هنا ويقول لك او او وريك مشكلة مهمة جدا بتظهر عندنا في الـ لو انا جيت لك هنا علشان اعلم لك على الخيار ده هيعلم عندك ومية مية لكن لو جيت دلوقتي علشان اعلم عندك على الخيار ده هتلاقي دلوقتي تعلم لك على الـ 2 في نفس الوقت وده غلط جدا كمان برضو لو انا علمت لك هنا هتلاقي دلوقتي تعلم لك على الـ 3 في نفس الوقت طيب هل ده صح او منطقة اصلا المفروض ان ده ريديو يعني المفروض ان انت تختار اختيار واحد بس مش كل الاختيارات مع بعض طيب ليه الكلام ده حصل ليه دلوقتي هو اختار لك الـ 3 دول مع بعض ببساطة وبإجابة مختصرة لان الاختيار ده ملوش اي علقب ده ملوش اي علقب ده انت عملت عندك خيار وعملت فيه HTML وعملت عندك خيار تاني عملت فيه CSS وعملت عندك خيار تالت عملت فيه JavaScript ولكن ده ملوش اي علقب ده ملوش اي علقب ده ده فوادي وده فوادي وده فوادي تاني انت الموقع بتاعك اصلا ممكن يكون فيه 1000 ريديو ايه اللي يثبت ان الخيار ده له علقب ده له علقب ده المفروض ان انت تربطهم ببعض طيب انا عاوزك بس تكون فاهم يعني مش اللي هو بتاخد الاجابة كده وبتاخده الكود وخلاص علشان تربط ده بده بده المفروض ان انت تكون فاهم ان دول اختيارات متعددة لاجابة واحدة بس هي دي الفكرة كلها المفروض ان دول اختيارات متعددة لاجابة واحدة بس المستخدم هيختار اجابة واحدة بس من كل الاختيارات دي فعشان دلوقتي اربط لك الاختيار ده بالاختيار ده بالاختيار ده فهجيلك هنا في الانبوت ده بتاع الـ HTML في المكان ده وفي الانبوت بتاع الـ CSS وفي الانبوت بتاع الـ JavaScript وهتدي لهم نفس الـ name بالضبط اكتب في الـ name اللي انت عاوزه اكتب X اكتب اللي انت عاوزه انا اخلي الـ name دلوقتي هنا الـ name هو اسم الفلد اللي هيتبعت عليه الإجابة اللي المستخدم هيختارها من الاختيارات دي فدلوقتي المستخدم لو اختار عندك الـ HTML هتكون قيمة الـ name قيمة الـ name هي HTML طب لو اختار الـ CSS هتكون قيمة الـ length هي CSS وهكذا في الـ JavaScript فلو انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي فلو اخترت الـ HTML اختارها لو اخترت الـ CSS اختارها ولو اخترت الـ JavaScript اختارها واصبح عندك الـ radio شغال عندك بالمنظر اللي قدامك ده تعال دلوقتي لما ناخد مثال عملي من خلال ان احنا نحط عندنا زرار الزرار ده هعمله عندك من الـ input من خلال النوع الاسمه طيب الزرار ده وظيفته ان انت لما تختار عندك هنا اي خيار وتضغط هنا على يتم رسال البيانات دي لـ name اللي انت عملته عندك هنا فلو انا جيت لك هنا واخترت مسلا الـ CSS ركز دلوقتي في اللينك اللي فوق ده لو انا جيت لك هنا على الـ submit هنا هتلاقي دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الـ lanck بيساوي عندك CSS طيب لو اخترت الـ submit هتلاقي بيقول لك ان الـ lanck بيساوي عندك الـ javascript الموضوع ده انت ممكن تشوفه بشكل اوضح من خلال الـ network لو انا جيت لك هنا على واخترت لك هنا الصفحة دي هتلاقي بيقول لك ان الـ lanck بيساوي html فده ببساطة هو الـ radio الـ radio انت بيكون عندك كذا اختيار ممكن ان انت تختار اختيار واحد بس من الاختيارات دي واي اختيار انت بتختاره بيتم اضافته عندك لـ name اللي انت عملته اللي هو الـ lanck الـ lanck ده اللي هو اسم الـ name اللي انت عملته عندك هنا في المكان ده عندك حاجة تانية غير الـ radio وهي الـ checkbox في الـ radio انت بتختار عندك اختيار واحد بس الـ checkbox نفس الحوار بالزبط ولكن بتختار عندك كذا اختيار فهتيجي عندك هنا في الـ input نفس الموضوع بالزبط ولكن بدل ما تعمل عندك radio هتعمل عندك هنا الـ checkbox نفس اللي انت عملته هنا بالزبط كل حاجة الـ value والـ name وكل اللي انت عملته ده طيب هجيلك هنا برضو في الـ css وهيخلي الـ input بتاعها يكون من نوع checkbox وهيهجيلك هنا للـ javascript وهيروح هنا للـ input وهيخلي دلوقتي الـ type بتاعها من نوع checkbox نفس القيم بالزبط وهيهجيلك هنا وهعملك دلوقتي reload هتلاقي دلوقتي تعالى كده لما نكبر هتلاقي دلوقتي الشكل اختلف عندك بالشكل اللي قدامك ده وكمان تقدر تختار كذا اختيار في نفس الوقت فلو انت اخترت اختيار واحد وعملت عندك هنا submit هتلاقي بيقولك هنا ان اللانج اللي هو الـ name بيساوي عندك html ولو انت جيت عندك هنا هيقولك ان اللانج بيساوي عندك html كمان ممكن تختار كذا اختيار في نفس الوقت فلو عملتلك دلوقتي submit هتلاقي هنا بيقولك ان اللانج بيساوي عندك html وبرضو اللانج بيساوي عندك css وبرضو اللانج بيساوي عندك javascript ولو انت جيت عندك هنا هتلاقي برضو بيقولك ان اللانج بيساوي عندك html وبيساوي عندك css وبيساوي عندك javascript فمن خلال الـ checkbox تقدر ان انت تختار كذا اختيار في نفس الوقت بالمناسبة علشان في ناس ممكن تسأل الدف مش شيء اجباري علشان في ناس ما تسألش وتقول لي هو لازم ان انا اكتب دف لا مش لازم احنا كتبنا الدف لتنظيم الكود مش اكتر لكن لو انت مش عاوز تكتب عندك الدف ولا يهمك يا معلم شيل الدف اهو من المكان ده ولا كأنك كتبته بالزبط الفكرة ان احنا كنا بننظم الكود علشان ما يجوش كلهم على نفس السطر فلو انا جيت لك هنا وعملتلك دلوقتي reload هتلاقي بس شكله متغير ولكن عادي شغالين ومية مية فلو انا جيت لك هنا واخترت لك الHTML والCSS والجاباسكريبت واخترت لك هنا الSubmit ويجيت لك هنا على الصفحة دي هتلاقي بيقولك ان اللانج بيساوي عندك HTML وCSS وجاباسكريبت والدنيا شغال عندك ومية مية الفكرة في الدف ان انت بتنظم الكود مش اكتر كمان برضو الاجابات اللي بتروح هنا هي الVALUE هي الVALUE اللي انت كتبتها عندك تعليق كده اللي انت كتبتها عندك هنا فانت ممكن مثلا مثلا تكون كتب عندك هنا 3S علشان بس لا نفيش حد يفكر ان اللي بيروح عندك هنا في المكان ده لا اللي بيروح عندك هنا هو الVALUE فشوف انا كتب لك هنا في الVALUE لكن كتب لك في الVALUE 3S لأ انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي reload واخترت لك الJavaScript وعملت لك دلوقتي submit هتلاقي دلوقتي بيقولك ان اللانج اللي نرحلها ايه الثلاثة اس او القيمة اللي موجودة عندك في الVALUE تمام؟ علشان بس تكون فاهم دور الVALUE بشكل اوضح طيب اخر حاجة ان شاء الله هنتكلم عليها وهي واللتشيكد واللتشيكد دي انت ممكن تستخدمها مع واللتشيك بوكس وممكن تستخدمها مع الريديو اللتشيكد دي هو ان انت كمبرمج بتكون معلم او مختار خيار بشكل اوتوماتيك يعني دلوقتي انت بتقول للمستخدم اول ما تعمل هنا reload انا مسلا اكون معلملك على الخيار ده او ده او ده او ايا يكن الموضوع ده انت بتعمله مع ال تشيك بوكس او مع الريديو علشان تعمل كده انا ممكن مسلا اقول لك دلوقتي ان انا خلي السيس اس دي تكون خيار افتراضي مسلا فهجيلك هنا في الانبوت وهي هستخدم لك دلوقتي الاتريبيوت اللي اسمه checked لو انا جيت لك هنا وعملت لك reload فالسيس اس عندك هنا checked الكلام ده انت ممكن تعمله مسلا مع الاتش تيم ال فهتيجي عندك هنا في المكان ده وتكتب عندك اتريبيوت اللي checked لو انا جيت لك هنا وعملت لك reload اصبحت دلوقتي الاتش تيم ال معمولة عليها checked طبعا المستخدم ممكن يشيل الكلام ده ويقول لك يعملها مش مهمة عندي الكلام ده ويختار دلوقتي الاسيس اس والجافا سكريبت بس اتمنى يا رب تكونوا فهمتوا ويكون الدرس السهل وبسيط عليكم وشكوا ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة